فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل نعم كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية وظلال مبين لأنهم فقدوا أنوار الرسالة وكانوا في زمن فترة ما بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وشاع فيها الكفر والظلال وانعدم وانقرض أهل الكتاب الذين كانوا على الحق ولم يبقى إلا اليهود والنصارى الذين كانوا على الباطل والتحريف وتغيير فكانوا في جاهلية جهلة وظلالة عمية ولهذا جاء في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض حربهم وعجمهم فمقتهم يعني أبغضهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الصحيح وانقرضوا قبل البعثة لكن ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأرض من هو على علم وعلى معرفة بالحق فيها أصحاب الدياناتين اليهودية والنصرانية لكنها محرفة ومبدلة ومغيرة ما بقي على الدين الحق فيها أحد فرحم الله أهل الأرض فبعث إليهم ومحمد صلى الله عليه وسلم بالعلم والنور والهداية